وَأَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْدَنِ يَفْضُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَآتَيْنَاهُ أَلَّهُ وَبِكْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَبِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ملك الكرد صاحب نوعية التينور الصوت النقي الجوابات الحادة التحكم المرونة البريخ في الصوت القارئ الزكي لماذا؟ لأنه لاحظ أن معظم القراء لا تستخدم مقام الكرد يمكن يكون يستخدمه قبل كده الشيخ علي محمود رحمه الله ولكن هذا المقام لا يتناوله الكثير من القراء فأبدع فيه وكان في السابق يعترفون أو يعتبرون المقامات سبعة واختصروها في كلمتي صنع بسحر الصاد صبع والنون نهواند العين تعني العجم الباء البيات السين السيكة الحق الحجاز الراء الراست وبعد ذلك تم الاعتراف بمقام الكرد وضمه وأصبحت المقامات الأصلية ثمانية وقيل صنع بسحرك هذا مجز لأسماء المقامات مقام الكرد مقام ناعم وهذا الأمر متواجد في صوت فضيل الشيخ محمود رمضان أتقن وأبدع وأثر كرد أيضا في هذا المقام معه وتعرض لمقامات كثيرة البيات والبيات من نفس درجة الكرد والصبع والحجاز وكذلك ذهب إلى الراست ذهب إلى النهواند والنهواند يعتبر هو الأصل لأن الجنس الفرعي فيه كرد إذن تلقائي مادام يستخدم النهواند فكل آية أو اثنتين يرتكز على قرار النهواند سأسمعكم نموذج لمقام الكرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مقام جميل استصاغه الناس وبدأوا يسمعوه وعاشقوا هذا المقام بأداء المتميز المتألق الشيخ محمود رمضان